اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اوها تقولوا كده يا جماعة اوها تقولوا كده لان ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يعزم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فانشروا السعادة والامل والحب والموادة واعيد ساعد عليكم النهاردة معايا ضيف مميز جدا ضيف بقاله عشر سنين بيسعى بيسعى ورا هدفه طموحه حلمه قدر من هو يكون عامل انه يبقى اصغر مدير شؤون قانونية في شركة الوفاق السعودي وطبعا دي حاجة هيلة جدا حاجة جميلة جدا ابن مركز بلبيس قرية العدلية محافظة الشرقية الاستاذ محمد رمضان اهلا بيك يا محمد معايا نورتنا وحضرتك طيب وبخير اولا يا محمد طبعا انا ما عملت معاك الاعداد بتاعت لقيتك بتقول ان انت في خلال عشر سنين انك لسه مازلت في العشرينات قدرت ان انت توصل ان انت تكون مدير شؤون قانونية بشركة الوفاق السعودي تتكلمني عن الموضوع ده تمام اولا كل صاحبك طيبين السيدة بتاهم المشاهدين بخير كل سنة وكل اهل قريتي بخير طبعا وربنا يعود على اليوم الايام بالخير انا اولا بدأت بدأت في شركة الوفاق السعودي في الصناعة الغزائية طبعا كيادة مدير العام بوهندس طالبنا هي طبعا شركة من عمالقة التصدير دلوقتي في مصر حاليا يعني بوضع غزائية انا بدأت فيها عامل وانا في تانية سنوي كنت بدأت كاي عامل في الشركة كنت بشير وبحطه وبمسح وبطنس وبعمل كل حاجان وطبعا مع الوقت بدأت ان انا طبعا نظر الظروف المادية وانا برضو ما كنتش عايز احمل على اهلي اكتر من منطقتهم يعني انا ماليش اغلر اخ واحد اصغر مني بس برضو ما كانش عامل فهحمله على اليوم اكتر منطقتهم بدأت اشتغل في الشركة حتى في ايام الدراسة كنت شغال كنت باخد بس اجازات يعني كنت بقى تقدم للشركة بطلب اجازة فأيام انت حنا تستنوى العامة طبعا كنت بخرج من الشركة بروح عادي ممكن انا لعب ممكن اذاكر على حسب يعني ما كانش ما كنتش طبعا مؤدية مذاكرة بس يعني انت اصلا عندك حتة الهدف او التموح ان انا عايز ابقى حاجة اه انا كنت عايز انا اولا كنت حابة بخش حقوق انا كنت حابة ببقى محامي انا الموضوع ما جاش معايا صدفة او تنسيق زي بقيت الشباب يعني او زي معظمهم انا الموضوع كان بدأ معايا كنت حابة بالمجال جدا والتحابة بوصل فيه يعني فبدأت في الشركة شغال استحملت طبعا مع الوقت استحملت الشغل واستحملت الضغط الشغل واستحملت ان انا اوازن بين الشركة وبين الدراسة الدراسة وخاصة ان انا كنت في سنوية عامة يعني ما كانش ينفع ان انا افضل قاعد يعني وفي نفس الوقت انا كان عندي التزامات دروس وكده وانا مش عايز احمل على ابوها فوق طبعا دي حاجة كده فاستحملت وكملت شغلي لحد ما ربنا كرمني وبدأت امتيحن ودخلت كلية حقوق برضو كملت وانا في الشركة دي حاجة كويسة جدا النقطة اللي انت اتكلمت فيها ان انا مش لازم استنى ان بابايا او مامتي دون لأ اكيد طبعا يعني دي حاجة حلوة قوي ان انت بتشجع الولاد الصغيرين في السن الصغير ده ان هم يشتغلوا وانا عرفت ان انت لسانس حقوق واخد دراسات عليا كمان في القانون الجنائي انا كملت معهم في الشركة وانا في الجامعة طبعا بعد قضيت سنقول او تانية وانا شغالة عادي كنت بتدرج وظيفيا يعني من عامل لمشغل لمشرف لحد ما وصلت بقيت مساعد ريسكس برضو ده كله ما كانش في مجالي فانا كنت حابب ان انا اخد خطوة في مجالي انا كنت حابب ان اخد خطوة في المجال اللي انا بحب فرحت قدمت في مكتب في عمارة رمسيس علشان اتدرب فطبعا كان لانا كنت باجي من محافظة الشرقية عايز اروح رمسيس يوميا يعني طب وليه ما تدربتش في المحافظة هناك ما فيش لا هو كان فيه بس انا كنت حابب طبعا عندنا قموات كبيرة في البسان المحامين طبعا بس انا كنت حابب انا كنت عايز احس برضو ان انا يعني ايه بقى ببزل مجهود انا مش عايز حاجة سهلة قدام ايدي يعني قدام عيني يعني انا لو الموضوع سهل لو انا بقى وفيه مكتب في الشرق اللي وراهي مثلا محام واللي حاجة الموضوع مش هيبقى انا عايز حاجة يبقى فيها تشويق عايز حاجة يبقى فيها مثلا تعب ليه انا شخصيا انا حابب كده عشان احس لما انجح احس بالنجاح اللي انا جاته اه اعايز طبعا احس باللي انا وصلتله فروحت مكتب كان مكتب المستشار اسحاب رمزي في عمارة رمزيس بدأت معاعت للناس كده انا لما كنت بروح المكتب يمكن الكلام ده اول مرة في حياتي يطلع مني اول مرة في حياتي حد يسمعه حتى قارب الناس ليه يعني ده حصل لنا بس تمام انا كنت بقى اعتبر مرتبي في الشركة كان بتصير في مواصلات وانا رايح المكتب او يعني انا كنت بخرج من الشركة بتاعتي الساعة خمسة الراتب في اول ما بدأت كانوا ليل طبعا مش قليل بالنسبة للشركة هو قليل بالنسبة للمرحلة اللي انا كنت فيها فكنت بخرج كل يوم من الشركة اروح المكتب عشان اتعلم فطبعا انا كنت بوصل للرمزيس الساعة ستة المكتب كان بيفتح تمانية فكنت بعد الساعة تندل في الشارع قدام باب المكتب تحت مستاني اي حد ييجي فراش او اي حد اطلع واقعد اشوف اي ملف قضية موجود او اي حاجة مع الاستاذ لو موجود يعني وابتدي اتعلم منه فطبعا انا عزو الله حضرك ان انا والله يمكن كان بيجي علي وقت كنت ممكن استلب فلوس عشان اروح اركب مواصلات وروح كنت عايز اتعلم انا كنت حابه اتعلم يعني لو حد تاني في مكاني طبعا اعلى حاجة انا عملها اقول انا اعلم المرمطة دي بقي ايه انا شاب صح انا خلص كليتي واشوف اي شغل وخلص على كده وفكر بعد كده الفكرة ان انا كنت عايز ابدأ سابق خطوة انا كنت عايز ابدأ سابق زمالي الخطوة كنت عايز ابدأ عارف لامم في القانون كتير كان المرتب بتاعي طبعا كله والله يمكن كان كله فعلا حرفيا مواصلات يا مواصلات ايه ما باشتري الكتب فطبعا لما كنت روح اشتري من نقابة المحامين القديمة المبنى القديمة في رمسيس كنت بلاقي الكتب غالية فطبعا كان ببقى مشكلة بالنسبة لانا عايز الكتاب ده بس طبعا انا انا كان بيجي عليها وقت بس تلف من زمالي من اي حد عرفه ممكن استلف فلوس ممكن اقوم مرور كده عشان خطر اروح بس اركب مواصلات اروح وامسلس عشان اتعلم هدف اه 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 صاحب الهدف لا انظر المغرية انا ما كانش بشي قدامي اي حاجة انا كنت عايز اوصل لهدفي بس فبفضل الله كنت باروح فلما لقيت الكتب غالية وانا عايز اتعلم فاكنت باروح صور الاسبكية اشتري كتب قديمة يعني انا كنت بنزل صور الاسبكية اشتري اي كتب قديم في القانون ادور على اي كتب قانون قديمة حتى لو كتب متقطع المهم المعلومة اللي موجودة في سليمة ومعلومة اللي موجودة في عدرة استفاد بيها ايه وطبعا ربنا قرمني في شركة زي شركة وفاس سعودي طبعا يعني مش بس عملاقة في تصدير لا وعملاقة كمان في كاسيستيم اقدرها كويسة جدا فيها بصراحة الناس ساعدوني بدقوا ياخدوا بايدي انت بعد ما اشتغلت في الشركة سبت بقى المحامي يعني التدريب في المكتب لا طبعا انا فضلت طول الفترة اللي انا شغال في الشركة كنت موجود في المكتب بالضرب انا السم كنتش باخد مقابل يعني بالضرب بلايش لا انا اقصد يعني ان انت امتعنت المحامي جنب الشركة ولا الشركة فقط اه اه انا لما بدأت اول ما خركت كرنيد القابة كنت اعزق خطوة تانية بحيث ان انا كنت بماهد لحاجة برا كنت بماهد ان انا افتح لي نفسي مكتب وده كان حلم وعمر يعني اه ده اللي انا اقصده يعني فانا بدأت اعملت دراسات عليا في قانون الجنائي وبعدين بدأت ااخد دبلومات خاصة برا يعني خدت دبلومة في سياقة العودة القانونية خدت دبلومة في التفاوض من نزارة الخارجية وعملت دبلومة في التحكمية الدولي عملت اكتر من دبلومة على مدار سنة سنة ونص سنتين من 16 لحد 18 عملت حوالي 3-4 دبلومات وشهاداتهم موجودة معي موصقة ومعتمدة من نزارة الخارجية عشان افت بيها نفسي كنت بقى اهل نفسي ان انا اشتغل في مجالي برا طبعا ورجعنا لكم تاني مع الاستاذ محمد رمضان مدير شؤون قانونية بشركة الوفاق السعودي اهلا بك يا محمد احنا طبعا كنا بنتكلم عن شغلك في الشركة تمام واحنا معنا مدخلة هاتفية دلوقتي من المهندس طارق متولي مدير الانتاج بشركة الوفاق السعودي عليكم السلام اهلا بحضرتك يا باش مهندس اهلا بحضرتك اهلا بك معاك الاستاذ محمد انا حضرتك طيبة واساز محمد بطيب والأسرة وصريمة مصير انا طبعا بحيي البرنامج على الاسم السعودي نعم استطيع مرسي جدا لحضرتك الاسم اشعار شركتنا نعم استطيع هو طبعا اللي الاستاذ محمد اصلا كله بيقوله معنا نعم استطيع وطبعا بيقول على جهود حضرتكو معاه ان هو وصل انه يبقى اصغر مدير شؤون قانونية فعلا دا دي حاجة كويسة جدا ومشكر حضرتك عليها وبنتمنى ان كل الشركات اصلا تعمل كده مع الشباب الجديد او تمم ازارة الشركة عندنا تمم ممثلة في المهند الصهل بنا ومعلمنا تايما انه مفيش مستحيل احنا حضرتك الادارة اللي موجودة معنا في الشركة بتشجعنا على النجاح بتتحفزنا على ان احنا نحاول نعمل كل ما اللي نقدره ونعمل حاجات مستقرة في الشوق اللي عندنا في كل المجالات استاذ محمد لما استدى معنا في الشركة ما كانش حصل لسه على الصمت الحقوق وانا كنت يعني مبقى لنا بحكم زمالتنا فترة طويلة اتدى معنا عامل وكان لسه في الدراسة وبعد كده بعد ما بقى مشرف بقى فني مع خبيري الاعشاب الحاج النقد السبيري بعد كده حضرتك ادر ان هو يحصل على الصمت الحقوق وهو بوا الشركة بعد كده خدمت للجيش ضبط احتياط واتخرج بخضوة حتنا بعد كده حضرتك تعين في الادارة عندنا في الشؤون الادارية مع الدكتور محمد البنة الدكتور محمد شجعه ان هو يغير الكرير بتاعه بدل ما يبقى في الادارة ويخش في الشؤون القانونية معنا في الشركة فابتدت بعد كده السلم النجاح ان هو يقدر ان هو يخش دورات كدريبية وتحكيمية دولية والحمد لله انا شايف ان هو ما شاء الله عليه ما بيجيش تانى لما بيخش دراسة جيدة وبيحاول يرأي نفسه وبيحاول يوطع مداركو بيحاول اتلع على كل ما هو جديد في مجاله دي طبعا شهادة حلوة جدا الحمد لله وانا بتمنى له دايما الحياة برسي جدا لحضرتك برسي جدا دي حاجة عايز اقول لحضرتك النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لنا وصاية النبوية للنجاح قال ايه قال احرط على ما انفعك واستعني بالله ولا تعجز لا تعجز يعني لازم تدخذ بالأجساد دينية ودنيوية لان الفلاح معقود بالايمان وتدخل ارادة وعلو والهمة تمام فحضرتك احنا دايما لازم نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام عشوال والسلام ولازم ناخد بالأجساد لازم هيكون الانسان لازم يبقى ملتزم دينية وبعدين يحاول يحقق نجاحه في الدنيا بالاجتهاد والمصابرة اللي هو فيه مرسي جدا لحضرتك بشموهندس بنشكر البشموهندس طارق متولي معانا النعارضة في مدخلته الحلوة ديت وانه اشاد بدور اصواز محمد رمضان مرسي جدا لحضرتك نرجع تانية اصواز محمد لقرية العدلية تمام حضرتك طبعا عملت انت وشباب القرية مبادرة والمبادرة دي خرج منها تلات مبادرات الاول انا عايز اعرف المبادرة كانت الاولانية باسم خير الناس انفعهم للناس ممكن حضرتك تكلمي عن المبادرة دي؟ تمام وقبل اي حاجة طبعا انا اقل وعد فيهم انا ما عملتش حاجة اصلا انا كل اللي انا عملته مع اهل القرية او مع شباب قريتي هو ان انا قدر توصل صوتهم هنا لقناة محترمة زي القناة الصح والجمال موانس وديتش عالم طبعا قد ترخروا بمجرد ما بعتلوا بس الصور وبعتلوا حتى كانش لسه فيه بنا تعارف او يعني بعتلوا طلب ان انا عايزة اظهر الناس اللي يعملوه الرجل بصراحة ما تأخرش ابدا وقال من عناه حاضره وفعلا كانت فيه فقرة ليهم هو ان كان فعلا الموضوع يمشي مظبوط فانا كان نفسي يبقى هما اللي موجودين هنا النهاردة اهل الكارية العدلية ناس محترمة جدا ناس فيهم خير طبعا تحضرتك عارفة ان القرى دايما بيبقى القرى دايما بيبقى الالفة فيها والناس بيبقى خيرين على بعض جدا اكتر من مدن يعني فطبعا اول ما بدأ وباء كورونا كان طبعا ربنا حفاظنا منه كان فيه الشباب بدأت عندنا يعملوا زي نظام احنا اول حاجة عملنا جروب عشان نقدر نتواصل دي اول مبادرة تلات من المبادرة الاساسية كان في الاول هو جروب يتعامل باسم الكارية العدلية طبعا استاذ عمر ابو العلا يشكر جدا جدا عليه هو وكل طبعا القوائمين على الجروب عملنا واتفقنا الناس اتفقت مع بعض ان هي تبتدي اتعقم الشوارع بكلور خام طبعا قرية العدلية جماحنا بنحييها من هنا وبنحيي شبابها جدا والصور قدامنا على الشاشة شايفين طبعا الشغل بتاع الشباب عمل ازاي؟ اه تمام فانا كنت طبعا لقيت الشباب القريب بسم الله ما شاء الله عليهم يعني الناس بدأ يتعقم الشوارع طبعا بجهود ذاتية بحت مكيش اي مساعدات خارجية؟ لا هو المساعدات من الناس منهم فيهم يعني هو مساعدات خارجية ككياديين في ال لا مكيش طبعا ايوة ده الأصول يعني المسؤولين مثلا لا لا محدش مصراح ناس كياديين عندكم مقديين؟ لا طبعا دي حاجة ما تقلش من القديين المسؤولين بس هم الشباب بما بدأوا مع بعضهم بدأوا وقالوا ده ما احنا يعني بقى منا فينا بدأوا طبعا بجهود ذاتية الناس بقى بتشترع على حسابها كلور بقى في بيوت في البلد بتساعد مثلا يبتدوا يرشوا البلد بالكامل عشان يحافظوا على البيوت وعلى أهليهم اه طبعا فطبعا التعكيم كان شغال كان الناس دي ممكن تلف على رجلها عشر ساعات يوميا كل يوم في البلد كلها تعقم الشوارع حتى ما كانوش بيسيبوا حاجة للصدفة يعني حتى الشوارع الزقاء الشوارع الدايئة جدا البيوت المقفولة الأماكن دي كلها كان بتتعقم جدا وعملتوا جروبات عشان تتواصلوا مع بعض لعملنا الجروب بتاع كارية العدلية طبعا بدأنا نتواصل الناس بدأت تتواصل مع بعض عليه بدأوا يظهروا شغلهم على الجروب وبعدين طبعا لأن العلاج مش دايما العلاج دايما ما يبقاش تعاكيم بس وما يبقاش مثلا أدوية بس دايما برضو اللي عرفناه واللي عرفناه طبعا متخصصين أن موضوع كورونا بيحتاج برضو معنويات تبقى أعلى شوية لأن المناعة طبعا بتتأثر بالمعنوية تنصح الناس فالناس برضو بدأت عندنا مستوى ما شاء الله يعني عندنا رسمين في البلد ما شاء الله بقى يعني بدأوا يرسموا دي بقى برضو مبادرة في فيديو قدامنا على الشاشة دلوقتي احنا شايفينه ودي بقى بالنسبة لتزيين الشوارع دي كانت مبادرة من الثلاث مبادرات تمام بدأوا يرسموا رسمات توعوية على الحطان والمداخل بتاعت البلد منها تزيين للقرية طبعا بتدي منظر جمالي ومنها من ناحية تانية لرفع الروح المعنوية أكيد المنظر الكويس ده بيصر العين وبيريح النفسية الناس بدأت والله أنا بيدم بلغة أنا على يدي كنت بشوف الناس دي بيعقفوا أكتر من 12 ساعة في رسمة واحدة يعني هو ممكن يوقف على الحيطة يقعد 12 ساعة متواصل وفرمضان يعني الناس دي كانت فرمضان وهم صايمين ممكن يوقف 12 ساعة عشان يخلص رسمة واحدة على الحيطة فالناس دي بدأت طبعا الألوان المجهود الناس دي طبعا شغالين مهم مش وكله جهود ذاتية كله جهود ذاتية حتى الألوان الأدوات الرسم كله حكت بجهود ذاتية وكفية طبعا مجهودهم يعني مجهودهم ده كفية يعني تحية لنا طبعا لكل الرسمين الأمور تزين شوارق قرية العدلية طبعا على راسهم يمكن هنبقى أكيد في صورة ليهم هنعرضها هي صور كده كده بتتعرض والفيديو بتاعي قريب أنا حابة بوجه الشكر للرمزي عامر رسم طبعا محترم جدا شاب صغير بس رسم عبقري بصراحة وحابة بوجه الشكر لإسلام عامر وكل الشباب اللي كانوا موجودين معهم يعني واحد واحد بالاسم طبعا ده من نسبة للتزين فيه بقى كانت مبادرة تالتة طبعا احنا دلوقتي حاليا موضوع تسليم الأبحاث بتاع الأولاد من تالتة ابتدائي للصف الثالث الإعدادي فطبعا انتوا شاركتوا مع الولاد في موضوع تسليم الأبحاث ده عملتوا ايه بالضبط؟ هو احنا كان بس في مجموعة مدرسين في البلغة شباب على رسم برضو الأستاذ ياسر عماد ومجموعة من الناس طبعا المدرسين برضو يعني الناس دي بدأت لما لقيت ان فعلا موضوع الأبحاث ده هيعمل إرباك شديد جدا في المدرس فقالوا ان طبعا عشان يبقى فيه تجمع بشر المدرسة فيها لا يقلل عن مثلا ألف طالب ولا حاجة أو أكتر انا ما عفش الاعداد بالذر دي حقيقة دي حقيقة اه فطبعا عشان الناس دي كلها تروح في يوم واحد او على ضفعتين عشان يسلموا أبحاث كانت تبقى فيها مشكلة طبعا التجمعات ممنوعة ودول برضو أطفال مهما كان وهيبقى صعب السيطرة عليهم فالناس بدأت تطبع كروت على أرقام ويوقفوا الشابات دي طابور من التلميذ وبدأوا يساعدوا في الأبحاث ويمكن كان فيه ناس من ضمنهم السيد ياسر رهماد مثلا من ضمن الناس اللي كانت عملت الأبحاث دي فور فيه يعني بلاش لأنه هو أصلا كان فيه طلبة يعني أو فيه أولياء أمور مش طلبة بس مش فاهمين ايه معنى الأبحاث دي أو تتعامل ازاي أو الطريقة برضو كان فيه بوستات طوعوية بتتحطي على جروب البلد بيعرفوا فيه الناس إزاي نعمل البحث واللي معندوش المقدرة لأنه كان فيه مكتبات بدأت تستغل الموضوع يعني ممكن نكون خارج قريتنا لا أنا سمعت مبالغ غريبة يعني لو أنا هتكلم على المكتبات جوه قريتنا ففيه ناس كتير محترمة جدا كانت حتى لو هتاخد أجر بأجر رمزي أما كان فيه مدارسين عاموا لأبحاث ببلاش يعني إحنا عندنا ناس كتير جدا عاملت أبحاث ببلاش وسلمتها للطلبة رغم أنها كانت مكلفة بسهما برضو تحملونا فقطها وبدأوا حتى قبل تسليم الأبحاث بيوم رحوا أعقاموا المدارس يعني أنا طبعا حابب أشكر الناس اللي كانوا يمين على التعاكم من ضمنوا لسؤة أحمد خليل المحامي بسؤة محمد بعلن برضو أنا مش متعذكر كل الناس بالزبط يعني دول أنا متعذكرهم إحنا بنحيي عمتها لجماعة شباب قرية العدلية مركز بالبيس محافظة شرقية تحية خاصة كمان لهم من هنا من برنامج نعم أستطيع ومن قناة الصحة والجمال تحية خاصة لهم بجد برافو يعني من تقدم بتقدم إن شاء الله ونتمنى أن كل القرى برضو يعني تاخد المنوال ده أنها تبتدي تحافظ وتساعد ويبقى بجود ذاتية زي ما أنت قل والله وفعلا الناس كلها كانت مشاركة بجود ذاتية طبعا إحنا معنا مدخلة من الأستاذ جمال جلال ألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحداتك يا أستاذ جمال وحضرتك طيب بالصحة والسلامة كل القناة الجميلة والصول محمد ومنصوريد وكل الناس الجميلة اللي بتحاول بتعمل برنامج قيم وجميل وبتظهر النماذج المشاهدات الجميلة البرنامج المنعم أصطبيع وهو فعلا الاسم على المسامنين مرسي جدا لحضرتك يا فاند مرسي جدا مع حضرتك يا أستاذ محمد رمضان أهلا بك يا أستاذ محمد رمضان إزاي حضركم أنت بصاح السلامة بيشرب منك لمحضرتك يا فاند إحنا طبعا بنشكرك جدا على أن أنت نوهت عن الفكرة وعن جروب فارس العدلية وعن الشباب الجميلة اللي بيشتغلوا الحقيقة هو الجروب هادف جدا الناس كلها بتشتغل بعمل تطوعي الناس كلها بتعمل الموضوع بدون بإنكار ذات شديد جدا بالمشاركات محدش يعني الموضوع كله بهوزة تاج وفي ناس بترش وبتعطم البلد علشان بايروس كورونا في ناس بتبدأ تعمل بتساعد علشان ينظم الأبحاث وينظم من شورة المغارس علشان ما بقاش ميزة حام وفي جروب طبعا بتاع تأثنين البلد وهي الفكرة في صراحة ظهرت من شامب جميل اسمه رمضي رمضي عامر هو كان مدأ كتب بوست صغير كده على السفحة قال إن إحنا عايزين عايزة أرتم وعايزة لون وعايزة أبدأ أعمل شوية حاجات تجميلية كده في مداخل البلد وفي هاتك بتحبطه في الكومنتات يعني في حاجات أهم طب خلينا نعمل حاجات تانية طب مش عايزة تانية فصراحة شجعته دعم وقلت له يالله نبدأ وخلينا نشتغل والموضوع هاته أكوي وأنا طبعا عايزة أبيلهم متاحا أنه هو يتكلم هو رمضي معنا على التليفون وهو أولا أنه هو يتكلم عن الرسام رسام حكمت طب طب دعم أهلا وسهلا يا أستوى رمضي حضرتك لسه أستوى محمد بيقول لي من الرسامين العظماء العباكرة أهلا بحضرتك نورتنا أهلا بك اتفضل معاك لأستوى محمد أستوى محمد إزاي إزاي حضرتك إزاي كرمز ربنا خليك حبيبتي اسلام الأول أنا حاوي أشكر أستوى محمد على سعيه وإننا نوصل صوتنا يوصل للناس كلها ودي حاجة تفرحها الناس الشوية اللي بيشتغل معنا وحاوي أشكر طبعا القناة والناس القائمين على القناة وحضرتك يا سيدة شايمة أشكر جروب قرية العدلية لأن كل الشباب اللي فيها أنا شاف إن هي ناس عمل جروب بس لخير ومساعدة الناس وأول ما بينزل عليه فكرة بتلاقي دعم كبير من أهل القرية والناس بيتفعى في تنفيذها إحنا أصلا بنشكر القرية كلها وبنشكر شباب القرية والرسامين والناس اللي قامت بدور التعقيم وأنا أستوى محمد قال إن حضرتكوا كلكم قمتم بمجهودات ذاتية عشان تعقيموا القرية من فيروس كورونا ربنا يحمينا إن شاء الله كلنا من هذا الوباء ويحمي مصر مرسي جدا لحضرتك يا أستاذ أستاذ رمزي مرسي مرسي لكرة العدلية كلها أستاذ محمد بما إنك أصغر مدير شؤون قانونية مش بس بشركة الوفاق السعودي بمنطقة العبور ويعني طموحك وأهدافك وأحلامك واللي أنا شفته النهاردة ده بجد برافو عليك تحب توجه الكلمة إيه للشباب وللمسؤولين من خلال البرنامج أولا أول حاجة أنا حابب بس أنا عاوز أوجه الشكر لشركة المفاق السعودي لأنه كان مونس طالبنة طبعا وكل القائمين في الشركة ودكتور محمود البنة ودكتور محمد البنة ومونس شريف صراح الناس دي كلها بجد لو لو وقفتهم في ورايا ومونس طارق متولي طبعا لو لو وقفتهم معايا ما كنتش أكيد أوصل اللي أنا فيه وبعد ما وصلت عايز أشكر السيد أحمد عشور المحامي لأنه فعلا هو معلمي والأب الروحي ليه دايما في ظهري لأصحاب الشركات أن دايما إحنا ندي اهتمام للشباب لأن الشاب دايما بيبقى عنده طاقة كبيرة جدا محتاجة طلعها هو قاق كفاءات في الشركة كبيرة وفي كل المجالات عموما الكفاءات بتبقى مطلوبة بس إحنا لازم برضو ندي مساحة للشباب يعني أنا كشاب لو ما طلعتش لو ما خطتش مساحتي وطلعت طاقتي في حاجة بحبها أكيد أطلعها في حاجة وحشة ممكن أطلعها في مخدرات أطلعها في سياعة في قلة أدب فأي حاجة ممكن الشاب بيعملها طبعا إلا مراحمة رب يعني فأنا كنت حابة بوجه الشكر طبعا للصارح اللي أنا شغال فيه طبعا بيتي التاني لأن أنا بقعد هناك أكثر ما بقعد في بيتنا لشركة الوفاء السعودي وحابة بوجه الشكر طبعا وكان نفسي أن نبدأ الحلقة به لكل قرية العدلية وكل شباب قرية العدلية ناس طيبين جدا ناس على الفطرة ناس بيحبوا الخير لبعض حابة بوجه الشكر اليوم واحد واحد طبعا بالإسم وعايز بس طلب أخير قبل ما نختم أنا يعني أنا بقدم طلبي من هنا نداء للسيد محافظة الشرقية الدكتور مبيح وراب والسيد السيد اللي هو سامي علام رئيس مجلس مدينة بنبيس والأستاذ علي سلطان عمدة العدلية احنا الشباب دي محتاجة حد يكرمها محتاجين حد يكرم الشباب دي بجد لأن الشباب دي تعبت على مدار الشهرين ثلاثة اللي فاتوا ما استنوش كلمة شكرة من حد ما استنوش دعم من حد ما رحوش خبطوا مثلا على بيت العمدة قالوا احنا عايزين فلوس ما رحوش الوحدة المحلية قدموا طلب ما قدموش طلب حتى للمحافظة ما عملها عشان خاطر قريتا الناس دي كلها عملت عشان خاطر قريتا الناس دي محتاجة بس دعم معنوي الناس دي محتاجة حضراتكم تشكرون بس كده علشان خاطر كمان يبقى رسالة لكل شباب ولكرة في كل المحافظات واحنا طبعا بندم صوتنا لصوت رسالة محمد رمضان في الطلب اللي هو طلبه مرسي جدا بجد يعني كنت اضيف مميز معايا من نجاح لنجاح ان شاء الله وطول ما انت عندك طموح طول ما انت عندك هدف طول ما انت عندك حلم نعم استطيع هتحقق الحلم اشوفكم على خير اشتركوا في القناة